يا عباد الله فاثبتوا هذا حديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم حين وصف لأصحابه فتنة المسيح الدجال ولأن الله تعالى قال عن نبيه صلى الله عليه وسلم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عانتم حريص عليكم من حرصه صلى الله عليه وسلم حين تصور تلك الفتنة أخبر أصحابه عنها ثم أوصاهم بالوصية التي يحتاجون إليها عند تلك الفتنة ألا وهي الوصية بالثبات ونحن اليوم في فتنة كبيرة جدا مختلفة الوسائل متعددة الجواذب ومتنوعة الموضوعات تبدأ من صغائر الذنوب وتمر بالكبائر ثم تمر بالشبهات الكبيرة التي تنتهي بالإلحاد وإنكار وجود الله سبحانه وتعالى وإنكار القيم والمعاني والمطلقات حتى إننا صرنا نرى الإلحاد يتسرب في بعض البيوت الصالحة من جهة أبنائهم وبناتهم لانفتاح عوالم التأثير وعدم القدرة على السيطرة وعدم القدرة على المنعمة أو على التوجيه فنحن اليوم بسبب هذه الفتنة الكثيرة نحتاج أن نقول لبعضنا وبصدق وإخلاص يا عباد الله فاثبتوا لأننا نحتاج إلى بعضنا ونحتاج إلى أن نمسك بأيدي بعضنا حتى نصل إلى الغاية التي خلقنا الله سبحانه وتعالى لأجلها وإلا فإن الإنسان ضعيف بنفسه ويمكن أن يزل وتزل قدم بعد ثبوتها في أي لحظة وأما الثابتون مع كل هذه الفتن فهنيئا لهم كلما عظمت الفتنة عظم أجر الثابت